رغم أنك من أحبان الفريقي وتستعرف بهذا فإنك محسوب عطراجي ومسليمان كلها محسوب عطراجي دعيني أقولك حاجة أنا مش من أحبان الفريقي أنا من عشاق نادي الفريقي ويعرف وتقريبا ما فماش ملعب في الجمهورية التونسية ما دخلتوش مع النادي الفريقي أولا ومنذ تولية رئاسة المستقبلة بسليمان مطبعة الجماعية رقم واحد قلت لي سليمان فماش كلها بلادي بلادي وزيد رئيشها ناجمها لكن حب نادي الفريقي نجمش نحيي من قلبه ورسي حمدي يعرف وناس كل تعرف تونس كم تعرف ونقولها وبالعكس نقولها مش شرف ليه مش شرف حلمتوا لو كل يوم سنة من مشاركة في الكافي لا مش احنا علمنا مش احنا علمنا احنا نادي الفريقي استقبلناها عبارة العافل بارك احنا في سليمان استقبلنا وكان او مش اقول لك بربي مناسب مقابلة نادي الفريقي ولو كانت حاسم كان جات بالجمهور ومجات تفهمها كورونا وره ما تلعبتش في سليمان وكان جاءت الترجل يذي التونسي في بولاس النادي الفريقي بدون جمهور رأيت لعبت في سليمان معت الموضوع هذا كان جاءت مقابلة النادي الفريقي بالجمهور رأيت لعبت كيمة تلعب الترجل يذي التونسي في المنزة او في ردس او في حم لنف نجم نشوفك انها رئيس الكليب لا الكليب اكبر مني بسرعة كليب ما عندي للمكانيات لا انا نخول لنفسي لانو ندي الفريقي تاريخ كبير جمعية كبيرة مش نقص في روحي لانو نعتبر الفريقي ذاك نجم نكون غدوة ممكن نعاون نخرج من مستقبل يذي بسليمان نعاون انا لانو في الكورة ما حبيتش نكون ارني رئيس رئيس جماعية تفرضت علي رئيس جماعية سيوا في استيمان سيوا الكورة معتا انا متسيس معتا نعم في السياسة الكورة تلبية نداء الواجب البلادي بلادي وقت اللي معتا تعرف 300 مجاز كانوا بشيكونوا تقريبا وصلت بشي تحل الجماعية وصلت معتا الماتر التواتي كهو معتا وبعض بعض من الوخيان اللي وقفين معاه وكهو معتا ولينا لقينا صعوبات كبيرة برشا وقتها لبيتني داء الواجب ونعتبر مش مزيئة معتا واجبي كونه مش نتحمل مسئوليتي نحو اقل شي 340 عائلة اللي اولادهم يمارسوا في الياس عندي عصر ولا فسليمان قتلي 38 خمام تشده كله لا جبيت الموضوع كبير برش انتي وانو عمري من حب نحكي فيه اي للناس اللي يتزايدوا اليوم وفما موجود تقاه في الموضوع كذا انتي جبت موضوع برش وعمري ما حكيت فيها اللي انا ترشحت كنائب اول الرئيس في 2008 اه قدمت رشحي قدمت رشحي رسميا بعد التنفيذ الاستاذ زين عمديل وسليتي كنت انا كي نحضر في الجلسات العامة اكثر من اكثر من الاحباء النادي الفريقي اللي عندي انخراطات في الجلسات العامة منذ وانته واللي تنقل تونس ديما تمشي اه من اللي عندي 17 سنة ديما نمشي ناخو انخراطي بتلاثين دينار وقتها ديما الكبارات 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 يحطوا في الرئيس واحنا الجمهور النادي الفريقي وقتها مدخل روكر تلاية مليار دوية وربعمائة مليون تقريبا وقت سي شريف الله يرحمه وانا ديما نتكلم مرة دخلت في جلسة عامة قبلة 2008 في 2006 سي شريف بالامين قتله مش من حقك الله يرحمه سي شريف بالمناسبة نحب نحييه حي عائلته حي عائلته هو الله يرحمه كونه قطه سي شريف قطه سي شريف دخلت في كلمتي كانت كلمة كوي قطه احنا حتى بحق كونه اكبر مساهمين في اكبر مساهمين في ميزانية النادي الفريقي تقريبا وقته مداخيل الجماعيل 45% من حقنا كونه نختاره شكون شكون الرئيس الجماعي مش تجيبونا تقعدونا في قاعدة سيب الحسن ترابلسي وكذا وقتها سيب الحسن ترابلسي وتجيو تقولونا فلان رئيس هذا لو نرفضوه شقال لي سي شريف؟ جاوبني سي شريف قال لي سي وليد واحد بارك الله يرحمه رو صحيح احنا رو بكل ديمقراطية ونتصرف بكل ديمقراطية رو جانا مطلب ترشح وحيد لخطة رئيس اللي هو شريف الامين ومطلب وترشح وحيد لخطة نائب اول رئيس اللي هو سي كامل يدير قط له نوعدك سي شريف بعد عامين مكشف جاوبني لجاوب هذا وقعت نستاهد عامين لينصار الجلسة عام انتخابية اخرى قدمت رشح كرسالة وقتها سي بالحسن ترابلسي وغيره الناس اللي حاتينوا رواحهم او سياء على النادي الافريقي كون من حق جماهير النادي الافريقي كون تقدمت رشح وقتها سار ما سار في الجلسة العامة وقلت في الجلسة العامة راني انا هذا ما هيش نيتي مش نترشح نيب اولي رئيس لعندي الامكانيات لعندي الوقت لكن هذي رسالة للناس اللي يعينونا في شكون رؤسة جمعيات رأوا الجمهور الافريقي زاد عنده كلمته وذي عمري ما قلتها اول مرة قلتها وكانت معتها وقتها سار ما سار في الموضوع ذي سنة الفين وثمانية سار لي مسار وقصوا عليها الكلمة سي منذر الفريقي ربي ووقتها هو رئيس الجلسة العامة وصارت جلسة عامة سخونة برشا وقتها جمال عتروس ترشح وقتها كذلك منافسة صارت بين حبي نفس وقتها سي كمال واضح بي تحية للذاكرة اللواتي اكد كلمك يقول لكونا انتي فلاسيومة بعرضنا مع القلوب ومتحصب برشا للكلوب ما فماش ترامة خلتلوش معك النادي الفريقي دمي انا في برشا ملاعب في النادي الفريقي معتها مع الجماهير اللي اليوم تحب دت زايت وتقول لكن انا رئيس جمعية اسئل اسئل وفد النادي الفريقي اللي يتنقل اسليمان شنو اللي عملنا معه مع عبارة كورو في البارك شوف لنا اسطقبال محطة من أحباء وأحباء سليمان استقبلوه مستقبل كبير لكن لديها فر بلاي هذي جمعية مشؤولة عليها فر بلاي متشبف بالفر بلاي نعم تتشبف بالفر بلاي ما فماش كلام مع جماعية الكل ما فماش كلام بي رئيس الحزب متارك ويوسف الشهد كان عمل الموبادر بشد نالي الفريقي برشا كلمات للمبكرة انصحتوا لها حانكمل سؤالي وليد برشا كلم مننا ومننا بعض فماشي جمهور النادي ما فماش موبادر ما فماش حبي ما حبش يشد لكلو ليس هو أما لم هو العباد حاول يقرب وجهة النظر وكيف كيف بسيفته محب للنادي الفريقي قبل لما يكون حتى رئيس حكومه حتى بعد ما يخرج من أسلح الحكوم حاب يقرب وجهة النظر ولنهار يوسف الشهد خمم يشد نادي الفريقي يما هو لمك هو صاحب الموبادر حاله هو تكلم في شمس الفام اي عمل الموبادرة عمل الموبادرة حبي كان يشغل اللي اص While a C ونقعة قوة النادي الفريقي هو جمهور وتاريخ نقطة الاصطر نقطة قوة النادي الفريقي هو جمهور وتاريخها ولالحقيق bajo كان كيف كذلك عنده فضل على النادي الفريقي اللي هو سيحمادي بوسبيع حتى حد بنجم ينكر كان تحسب السيحمادي من قداش يعطي فلوس تقول لي مش تقول لي مش بنجيبه ولا تقول لي سيحمادي بوسبيع اليوم للي يعمل حاجة نقوله بركة الله فيه كان قوة لولة نقطة قوة لولة النادي الفريقي هو جمهورها ثاني ثنين تاريخها ثالث عندها راجل كيما سيحمادي بوسبيع ظهرت استغلال رياضة سياسيا كثرة دقريبا بعد ثورة برشة انت مو متهمين بهذا بالعكس بالعكس انا رياضة انت والجهة نابل احنا والجهة واحدة تعرف يقول لك الاسبيكا ويقول لك الحريقة ويقول لك الحمامات ويقول لك نابل ويقول لك القربة فهمتني يلقاه نايب على جهة شهدة جمعية في سليمان وعندهم الحق كون والاخرين يقول لك انت عاش واحنا انتخبنا الناس كل ما نيش وقتاش الاستغلال الرياضي يكون تيكون في جمعية كبيرة كما التراجي كما النادي الافريقي عندها امتداد في كل انحاء الجمهورية وقتها تولي عندك جماهين في كل ناس في البلايسكول كما ليتوال كما سفاقس لكن كنت قدمت اشرف اليوم في سليمان مش في سليمان تقدمش على سليمان انت تقدم على ديرت نابل يخي سمعني ديرت نابل فيها الاسبيكا وما ادرك اللي هي ابني خلاد وما ادرك فيها الحريقة فيها قربة وما ادرك لو كاني خارب من الزوز ما عندها نختار السياسة نختار بلادي لانو السياسة نحاول نسلح في بلادي رغم اللي الوضع خايب برش وضع سيء جدا ونأتيك حاجة شفتوا الرياضة اسعب من السياسة اما اليوم السياسة اسوأ بكثير من الرياضة لكن انا حب نسلح